حول هذا الموضوع ينضم إلي مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الدكتور عباس البيضاني دكتور عباس مرحبا بك اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بالكوادر لتأهيل مطار بغداد وتطويره أبرز ما ورد خلال هذا الاجتماع أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لمحن الفرصة في اللقاء اجتمع دولة رئيس الوزراء أمس بالكادر الفني المتقدم في وزارة النقل وأيضا مستشارين دولة رئيس الوزراء لمناقشة تطوير مطار بغداد الدولي حقيقة وجه دولة الرئيس على أن يكون لمطار بغداد تطوير يضاهي مطارات العالم الدولية بإمكانات عالية وجه دولته بأن يكون هناك بناية جديدة تكون صالة كبيرة ما نسميه إحنا سمارت إيربورت هذه البناية عندنا في مطار بغداد الدولي هناك قطعة أرض حقيقة معدة وخاصة أصلا هي لتمديد مطار بغداد وتطويره وأيضا وجه أن يكون هناك تأهيل شامل وكامل للصالات القديمة لبابل وسامراء ونينوة شرعنا وزارة النقل بتوجيه من معالي وزير النقل حين سلامنا قبل حوالي 14 يوم بتأهيل مطار بغداد الدولي وعملنا خطة ذو جزئين الجزء الأول هو أن يكون جزء تأهيل آني سريع بدأ بحملة تنظيف شاملة وتأهيل الصحيات وصبق الجدران وأيضا النباتات الظل وأيضا الآثاث التأثيث على أن نشرع بإذن الله تعالى بالشهر القادم بثاني عفوا أسبوع من عنده بالمباشرة بالتأهيل الجذري إلى مطار بغداد الدولي طيب عملية التطوير والتأهيل دكتور عباس هل ستخضع ربما لاستثمار أم أن ملاكات وزارات النقل هي الكفيلة بهذا التطوير في شق آخر اطلع رئيس الوزراء على آلية تنفيذ ومقترحات أيضا من قبل من اجتمع بهم وتحدثوا عن مشكلات تواجه العمل وعقبات ما هي أبرز المشكلات كذلك؟ حقيقة أبرز المشكلات هناك بعض العقود لأبرمتها سلطة الطيران المدني أو حتى قبل بإمكانة المطارات كلها تابعة إلى وزارة النقل في بداية الألفينات بعد سقوط النظام البائد هناك بعض العقود لطويلة الأمد التي لم يرأت حقوق الطرف الأول بالشكل الجيد فوجه دولة الرئيس أن نحاول أن نعالج هذه العقود قانونيا لتصبح لمصلحة الطرفين طيب متى سيشرع فعليا بعمليات التأهيل والتطوير عملية التأهيل هذا هل ستؤثر ربما بشكل وبآخر على عمل المطار والرحلات المغادرة والقادمة؟ لا لا هناك خطة هي إطلاقا ما ما رح تأثر عملية التأهيل نتكلم على عملية أولا بناء الصالة الجديدة هي خطعة أرض فارغة جوار الصالات الموجودة حاليا سوف يشرع ببنائها بعد أن تضع مؤسسة التمويل الدولي الشركة الاستشارية تعطينا دراسة شاملة كاملة عن مشروع بناء هذه الصالة وبعدين نقوم بتأهيل الصالات الأخرى صالة تلوى الأخرى بحيث أن الشرط ما نجعل الطيران وحركته في مطار بغداد أن تتأثر إطلاقا هذا على سعيد تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي هل تم ترح مشاكل أخرى تواجه الخطوط الجوية العراقية كالحضرة الأوروبية المفروض على الخطوط الجوية العراقية في التحليق في الأجواء الأوروبية لا حقيقة في هذا الاجتماع كان اجتماع خاص مع مؤسسة التمويل الدولي بما يخص تطوير مطار بغداد الدولي أشكرك جزيلا دكتور عباس هل بيضاني مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية اشتركوا في القناة